اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياة مو معي يا مرات وما مع خبر بكل الموضوع اشتركوا في القناة 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 خليهم يحكوا شوي كمان ايه يحكوا لا تعصب مني بس الحق كله على امي كله ياتنا كبرنا مع نفس المشاكل يعني على الاقل انا ما رأت بنفس الاصص مو نفس الشي انت شاب عملت اللي بتك ياه رحت عجام علي بتك ياه وما حدا وقف في وشك كنت على راحتك محملت حالك وفتلتك سيال بس انا ما فيني حتى فكر مجرد تفكير هالشي ما قالو علاء باني كون شاب بنظرك ما قالو علاء اللي حتى اقدر ادخل جامعة اسطنبول وكمل دراستي تعرف كم شهر بقيت عم بقناع فيهم لحتى يوافو ضليت ليالي ما دوق فيها طعم النوم محكوم علينا نحنا البنات انه دائما نلاقي بكل شي صعوبات وانه كل يوم نحارب العقد والعقليات الصعبة وما نعرف تفكير العالم اللي عم يتعاملوا معنا ايه فهمت بس مو انا المسؤول عن هذا الشي حياة لا مو انت ولا امي ولا بابا لك امي لك امي لو ما قالت اذا ما دبرت شغل رحات الرعي معي عضيها وقتا ما صار هيك صح عائلتك بيتحملوا جزء من المسؤولية بس احنا الاتنين بنعرف كتير منيح ليش كملتي بهالتمثيلية بعدين صح ولا لا حتى الحب جريمة عنده اني حب واني حب زنب ما بيخطروا هلا امي حالتها صعب كتير وانا هون ومراد ما بعرف كيف عم يفكر شو بو مراد كمان باول عشا قالنا حملتها علي بصص العادة ومشيت من غير ما اقول ولا كلمة سألني ليش ما در تجاوب ولا جواب يمكن ما رح اقدر شوفه مرة تانية كمان يعني حياتي وشغلي وحبي رح اخسرهم بسبب اهلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة